مشاهدينا الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمية تفضلينا شكرا لكي منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنة موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس اجتماعنا اليوم في غانا وذلك بعد اجتماع لقادة دول المجموعة صدر عنه الموافقة على التدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وأفدت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماع سيعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمتهم في أبوجا الخاميس الماضي والقاضي بنشر قوة الاحتياط التابعة للمجموعة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعد أن استولت مجموعة عسكرية عليها في السادس والعشرين من يوليو الماضي ذكرت وزارة الخارجيات الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين تحدث مع الرئيس النيجر السابق محمد إيسوفو وعبر عن قلقه البالغ إذا استمرار احتجاز الرئيس الحالي محمد بازوم وعائلته وقال المتحدث باسم الوزارة ماثي ميلر أن بلينكين أكد للرئيس السابق التزام الولايات المتحدة المستمرة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن لينيجر أن تظل شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تفقد حاميات القطب الشمالي النائية والتبع للأسطول الشمالية وأفادت الوزارة أن مفرزا من السفن الحربية الروسية توجهت إلى البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالية بالمحيط المتجمد الشمالية يتوجه نائب رئيسة تايوان وليام لاي إلى الولايات المتحدة في زيارة أدانتها الصين وسيتوقف فحسب في الولايات المتحدة في طريقه إلى باراجوي لحضور أداء رئيسها اليمين وأيضا في طريق عودته ويعتبر لاي هو المرشح الأول لمنصب رئيس تايوان في الانتخابات المقررة يناير القادم فيما لم تقدم تايو ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة أعلنت الأمم المتحدة أن انتهت من سحب أكثر من مليون برميل من النفط من النقلة صفر المتهلكة قبالت ساحل اليمن على البحر الأحمر وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أخيم شاينتار وهو منصق جهود النفط من السفينة أن العملية أسهمت في تجنب كارثة بيئية محتملة وقال إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية والتي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ الخام فيها كبد انقطاع واسع للطير الكهربائي في فيتنام ناجمون عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو الماضيين اقتصاد البلاد 1.14 مليار دولار وكشف البنك الدولي أنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1.8 جيجا وات سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10% من العائدات مشيرا إلى استطلاع بالشأن انقطاع أجريا في أغسطس وأكد البنك الدولي للسلطات في فيتنام أن العمل الفوري مطلوب للتخفيف من مخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية ارتفع عدد قتل حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هواي الأمريكية إلى 67 قتيلا وارتفع عدد القتل بعد قيام فرق البحث بطمشيط أطلال منتج على هاينا فيما سعى المسؤولون في الهواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجة التاريخية دون تحذير يذكر مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستجمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر